بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذه تذكرة بلقاء الله عز وجل كل واحد منا لابد أنه مر بسلسلة من اللقاءات لقاء مع مدير في العمل لقاء مع شخص مهم لقاء مع صديق مهم إلى آخرين ما هو أهم لقاء في حياتك على الإطلاق هو لقاء الله سبحانه وتعالى تحدث القرآن كثيرا عن لقاء الله وحذر كل مؤمن أن ينسى هذا اللقاء أو يتناسى هذا اللقاء يوم القيامة سيتذكرك الله بقدر ما تتذكره في الدنيا يعني هذه فرصة أمامك أيها الإنسان الدنيا ستعيش فيها عشرين ثلاثين مئة عام سينتهي أجلك ثم تذهب إلى لقاء الله ما مصير من ينشغل بالدنيا يعني هذا الفيديو أيها الأحبة موجه لمن شغلته الدنيا عن التفكير بلقاء الله طبعا التفكير بلقاء الله يسبقه التفكير بالموت لأن أول خطوة أول خطوة على الطريق للقاء الله هو الموت لابد أن تموت ثم بعد ذلك تمر في حياة موراء البرزخ ثم تبعث في ذلك اليوم العظيم وتلقى الله عز وجل كل منا سيلقى الله لذلك هناك عبارة في القرآن اسمها لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وضع لقاء الله ثم وضع بعده الجهاد طبعا هذه الآية أيها الأحبة لا تتحدث عن الجهاد بالسيف تتحدث عن جهاد النفس عن الصبر الصبر على العبادة الصبر على أذى الآخرين الصبر على الدعوة إلى الله لأن هذه الآية مكية في سورة العنكبوت التي نزلت بمكة ولم يكن فرض الجهاد بعد جهاد السيف فالجهاد هنا جهاد العلم وجهاد الدعوة إلى الله وجهاد النفس ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فأنت عندما تجاهد هذه النفس وتمنعها عن الإنشغال بالدنيا تمنع هذه النفس أن تنشغل بالدنيا والنفس توسوس والنفس يعني أمارة بالسوء لذلك ينبغي عليك أن تنهى هذه النفس عن الإنشغال بالدنيا وتشغلها بالتفكير بلقاء الله العملية بسيطة جدا أيها الأحبة أن تجلس كل يوم قبيل النوم قبيل أن تنام فقط تفكر بلقاء الملك عز وجل كيف سيكون هذا اللقاء كيف سألقى الله عز وجل كيف سيحاسبني على هذه المعاصي التي ارتكبتها كيف سيحاسبني على كل كلمة نطقت بها كيف سيحاسبني على كل فكرة خطرت ببالي كل ظن سيء ظننته كل كلمة سخرية خرجت من فم كل يعني غيبة أو نميمة نطقت بها والوزن يومئذ الحق والوزن في ذلك اليوم أيها الأحبة يكون بمثقال الذرة تصوروا يعني الحرف تحاسب عليه كل حرف تنطقه تحاسب عليه طيب كيف سيكون ذلك اليوم كيف سأقف أمام الله عز وجل وهل سينساني الله كما نسيته إذن لابد أن أقرأ سورة الجاثية وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ولكن ما هي النتيجة ما هي نتيجة أن ينساك الله في زحام اليوم الآخر وما واكم النار وما لكم من ناصرين نتيجة مرعبة أيها الأحبة يعني تستحق من كل واحد مننا أن يفكر بها يعني أنت إذا كان لديك تجارة وسوف تخسر هذه التجارة تجلس كل يوم ربما لا تنام تصل الليل بالنهار وأنت تفكر ماذا أفعل لكي أتجنب هذه الخسارة ونحن نتحدث عن دنيا محدودة كل الذي تعيشه هو عبارة عن ساعة من ساعات يوم القيامة يوم القيامة على فكرة أيها الأحبة مقداره خمسين ألف سنة هذا اليوم يقول الله تبارك وتعالى فيه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أنت أيها الإنسان ترى هذا اليوم بعيد ولكن الله يراه قريب يراه قريبا فهل فهل تسمع كلام الله عز وجل عندما يقول لك يعني أنظروا إلى هذه الآية أيها الأحبة في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافق هو مسلم على فكرة المنافق بالأساس يصلي ويصوم وربما تجد رجل دين بشكل ولكن حقيقته منافق تجد إنسان سورته سورة رجل دين أحيانا ولكنه منافق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هذه الآية لا تتحدث عن الكفار أيها الأحبة لا تتحدث عن الملحدين لا تتحدث عن المشككين تتحدث عن إنسان يدعي الإسلام وربما يصلي ويصوم ويقرأ القرآن اسمه منافق لماذا سمي بالمنافق لأنه يفعل ذلك رياء وليس خوفا من الله يفعل هذه الصلاة وهذه العبادة ويأخذ هذا الشكل يعطي نفسه شكلا يدل على الشخصية إسلامية ملتزمة وتجد أن كلامه مليء بآيات القرآن وأحادث النبي عليه الصلاة والسلام وهو منافق هو يكذب عليك هو يفعل ذلك لمصلحة مصلحة دنيوية إما شهر أو مال أو سلطة أو غير ذلك هؤلاء المنافقون بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم المنافق لا يمكن أن ينفق شيئا في سبيل الله إلا رياء المنافق لا يأمر بالمعروف إلا رياء ولكنه في الحقيقة يأمر بالمنكر طيب هؤلاء ما هو مصيرهم في هذا العصر كثر هؤلاء كثر ولكن ما هو مصيرهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم أيها الأحبة الإنسان عندما ينسى الله ينساه الله إن المنافقين هم الفاسقون يعني لا يغرنك أن هذا الإنسان مسلم أو لا تنغر بنفسك تقول أنا مسلم أنا أقرأ القرآن أنا أصلي أنا كذا أنا كذا لا تنغر بنفسك أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسق لاحظوا أن الفسق يرتبط بنسيان الله سبحانه وتعالى أن تنسى لقاء الله هذا من أكبر أنواع الفسق والعياذ بالله ولا تكونوا كالذين نسوا الله الإنسان عندما ينسى الله وينسى لقاء الله ما هي النتجة أيها الأحبة ينسيه نفسه تجد إنسان مشهور يعمل في مجال الفن في مجالات كثيرة كل وقته لجمهوره ومتابعيه ومحبيه ينشغل ليلة نهارا ليقدم لهم مادة مضحكة أو مادة مسلية أو غير ذلك ولكنه ينسى نفسه هؤلاء أيها الأحبة نسوا الله فأنساهم أنفسهم شغل نفسه في هذه الدنيا التي وجدت أصلا لعبادة الله ولتفيد نفسك وقدموا لأنفسكم هذه الصلاة تقدمها لنفسك العبادة لنفسك الدعوة إلى الله لنفسك كم هو الفرق كبير بين إنسان يذكر الناس بلقاء الله يذكرهم بالقرآن يذكرهم بالعمل الصالح ويحذرهم من الشر وبين إنسان يقدم لهم مادة ليضحكوا أو يتسلوا أو يضيعوا وقتهم أو مادة مثلا كوميدية أو مادة مشوقة فقط للإثارة ليس فيها فائدة ربما فيها ضرر ربما فيها غيبة للآخرين ربما فيها نميمة على الآخرين ربما فيها أن يغوص في عرض الآخرين وفي خصوصياتهم مثل أخبار كما تعلمون اليوم الفنانين والفنانات وغير ذلك كلها يقتحمون بيوت الناس ويخرجون أخبارهم ابتغاء الشهرة وابتغاء المال وابتغاء أن يشغلوا الناس بشيء تافه يضرهم ولا ينفعهم كم من المفيد أن تحول حياتك لمنفعة الناس ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لذلك أيها الأحبة أنا أحببت والله من خلال هذه الدقائق أن أذكركم بشيء مهم جدا أتمنى لكم الخير ولكل إنسان أتمنى له الخير حتى لو كان ملحدا أو كان من ديانة أخرى أو من عقيدة أخرى لأننا جميعا كل البشر سنقف بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى وسيقول لنا ماذا سيقول كما في سورة الجاثية وقيل احفظوا هذه الآية رجاء احفظوها وكرروها كل يوم لكي لا تنسوا لقاء الله كل يوم قبيل النوم تذكر لقاء الله عندما تستيقظ من الصباح تذكر لقاء الله حتى وأنت تلهو تذكر لقاء الله حتى لو ارتكبت معصية تذكر لقاء الله حتى وأنت تذهب إلى عملك أو تعمل أو تفعل أي شيء أو تأكل الطعام تذكر لقاء الله سوف تجد أن سلوكك سيصبح كالصراط المستقيم ستشعر بسعادة والله لا لا يشعر بها إلا من فكر بلقاء الله التفكير بلقاء الله هو نعمة أيها الأحبة ستشعرك ستشعرك بقوة هائلة وطاقة كبيرة جدا تشعر بها أنك يوما ما ستلقى هذا الملك خالق الكون سبحانه وتعالى وأن تذكرك لله عز وجل ستكون نتيجته أن الله لن ينساك لا في الدنيا ولا في الآخرة لذلك أختم بهذه الآية أحفظوها رجاء وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين نسأل الله تبارك وتعالى أن لا ينسان يوم لقائه وأن نكون من أهل الجنة إن شاء الله نسأله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن ينفع ويهدي به من يشاء من عباده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته